موسيقى زي النهاردة من 8 سنين انطلقت مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو المستقبل انطلقت مصر بمهام ثقيلة وتحديات صعبة لكنها انطلقت في طريقها نحو التنمية في الحقيقة العزيمة كانت صلبة والإصرار في المواجهة كان من حديد وعلشان كده قدرت مصر اللي هي تتحدى التحدي نفسه في إنجازات كتير قوي حصلت اقتصادية سياسية وغيرها في كافة المجالات قدرت مصر اللي هي تحقق فيها تفارات وتحقق مش مجرد إنجازات لا تحقق إعجاز يقف قدامه العالم كله ويقول ايه اللي بيحصل في مصر الجمهورية الجديدة ايه اللي حصل في مصر الجمهورية الجديدة خلال 8 سنوات هو ده اللي هنعرفه من الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم الأصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا يعني أستاذ أكرم لو وقفنا كده النهاردة وبصينا على مصر ما قبل 8 سنوات هنلاقي إيه اللي اختلف هو الحقيقة يعني لازم نعمل مرور سريع على ما قبل الثمان سنوات فيه ثلاث سنوات من 2011 ل2013 مصر كانت داخلة في سكة لروحه ما رجعش وهي الفكرة هنا مش بس الملفات الداخلية أو الملفات الإقليمية والخارجية لكن القدرة على إنه يبقى فيه وحدة للناس كان فيه حالة تشتت حالة شك حالة اختلال حقيقي بين الناس وبعضيه وهرجع كمان للفترة من 2000 ل2011 اللي هي كان فيه تساؤلات وملفات مطروحة ومشكلات مزمنة قد تبدو بالحل فالفكرة مش بس اللي كان الفترة من 2011 ل2013 بدأ كلام عن التغيير كلام عن إنه مصر لازم تبقى أفضل فيه ملفات زي ما قلنا امتدت مزمنة زي العشوائيات زي الفيروس الكابي دي سي اللي هي إحنا كان الفيروس ده كان بيتكلمه على إنه 2070 على ما يخلص هل فيه ممكانية إنه إحنا نقضي عليه أو نواجهه فيه عشويات فيه شلل حقيقي في الطرق فيه مفيش تصور حقيقي عن الفرص اللي كانت موجودة مصر مش دولة غنية بس مصر محتاجة طول الوقت أفكار لو بصينا الأفكار النخب اللي كانت مطروحة في الفترات ما قبل حتى 2011 كان بنتكلم زي ما احنا بنقول على ملفات عشويات وملفات صحة ملفات لازم يبقى عندنا تأمين صحي ملفات إنه مصر تستحق أفضل من ذلك من هنا كانت بس مقبل 2011 يا فنم كانت الحلول كلها تقليدية زي ما بيقولوا كده كان بترقع في ثوب هو بقى متهاني فيه فرص كانت متاحة فيه أموال فيه استثمارات فيه تحولات عاملين في الخارج ما كانش فيه ده هذه الفرص لم تستغل بشكل جيد وعشان كده فضلت الملفات المزمنة فترة الحقيقة اللي هو 2011 و30 يونيو وغيره كان الأمر مش بس مشكلات اقتصادية ومشكلات فيه مصر في حال التوهان يعني فيه كهرباء بتقطع فيه اقتصاد منهار فيه احتياطي نقدي متهالك يعني مسحوب فيه زي ما احنا قلنا عشويات وفيروسية فيه بيتكلموا انه عشرين عشرين مصر يبقى فيها شلل تام في المرور فيه لو انا بفكر في الصناعة مفيش طقة للصناعة لو انا بفكر طب احنا عاوزين زراعة عاوزين نظيف أرض عاوزين نستصلح أرض هنوطلها ما يمنين فكرة الملفات حتى الملفات الإقليمية كانت مختلة انا عارف ان انتوا تبعتوا ده في الفقرة اللي فاتت بكلام مهم لكن كمان كان السؤال اذا مصر تفرغت لانها تحل مشكلاتها الداخلية هل هتقدر تحل مشكلات النفوذ ومشكلات غيره مع ملاحظة انه 8 سنين اللي تولى فيهم الرئيس عبدالسلتاح السيسي مكانش الموضوع سهل كان فيه معادلة صعبة جدا زي ما احنا قلنا اذا احنا تمنا بالداخل الاقليم وحوالينا كانت الدنيا فيه براميل برود في دول تفكاكت يعني احنا ما بنقول الارهاب بنقول انه الارهاب ده فكك دول حوالينا وارهاب حال و2014 بالذات تم اعلان داعش في المنطقة اللي هو الريات السودة اللي ترفعت مفيش ريا سودة ترفعت في مصر مصر كانت بتعمل ده ودايما انا بشبهها بان احنا كنا داخلين في ممرات نار في بحور في جبال في صراعات ضخمة جدا كانت موجودة وتهديد حقيقة محالة تشكيك في نظرة غامضة للمستقبل هنبدأ من انا ملف فالحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسان ما تولى الحقيقة انه ما قالش كلام سهل مثلا ما قدمش وعود كان ممكن يبقى مرتاح جدا لو هو بنعمل يعني عايشنا النهاردة وموتني بكرة بمعنى انه نصرف بقى اللي معانا وان بغدد على نفسنا بس بعد خمس او ست سنين زي ما حصل زي ما انت اشارت الفكرة انه قبل الفين وحداشر كان في فرص لكن ما تمش استغلالها انه فكرة يبقى فيه حالة نسبة نمو بس مش باينة في انعكاساتها مش باينة في انعكاسها لأن النهاردة احنا بنتكلم على الرئيس عندما تدرس الملفات وقال ان احنا هنعيش ايام صعب وان احنا محتاجين ده كان فيه كلام ملتفتش الفكرة انه يتكلم طب شعبيتك هتتهاز قال شعبيتي ولا المصلحة فانا بنتكلم على اصلاح اقتصادي صعب وكان فيه حالة تشكيك وقتها واقرب وفيه ناس كانوا يشفقوا على الدولة من انها تقود هذا الامر ولو احنا فاكرين انه تم اتخاذ فكرة ازدواج العملة ده ويبقى فيه سقصه ده ويبقى فيه اكتر الوقود وتعديل اسعاره بالشكل ده ازاي المصريين تقبلوا ده لانه المصريين اللي عملوا ده وده ممكن يبقى فيه اختلاف واتفاق فجات النظر لكن في النهاية الشعب المصري طول الوقت ما حدش بيعمل حاجة غصبا عنه احنا شفنا تجربتين قبل كده وبالتالي فالشعب تقبل ده لانه عارف انه حتى الخبراء اللي كانوا بتكلموا كانوا بتكلموا فتاح كان عندنا مشاكل في الصحة وازن انه اي حد هيرجع الصحافة على فكرة والاعلام عنده دايما ما يسمى الارشيف هنشوف قضية زي الفيروس سي اللي كانوا بتكلموا على 10% من المصريين وانه ده صعب وكان تكلفة العلاج ضخمة جدا وقالوا انه 20-70 او 20-40 عشان تخلص ده ده في حالة ظهور قد ما ظهر العلاج كان بيبقى بعشر تلاف دولار بقى حصل التفاوض وحصل المبادرة اللي انت بتكلموا على حاجة قضية عليها خلال ثلاث سنوات بشهادة منظمة الصحة العالمية ده في حد ذاته الحقيقة ناس كتيرة تشعر بامتنان ما فيش بيت في مصر كانش عنده مشكلة مع الفيروس صح العشوائيات دي اللي كانت بتمثل عار بالنسبة لنا انا بتكلم على ملفات ضخمة عشان كده انا بقول فكرة انه البداية احنا هنبدأ منين العشويات ده برضو ملف كان مهم جدا مش بس بنقدم لهم شؤق وإيواء لا احنا بنعمل مجتمعات كاملة بنغير الثقافة دي عشان اللي هنشأوا في المكان ده بعد 3 او 4 او 10 سنين هيدخلوا للمجتمع في مجتمع صح نتكلم على الكهرباء اللي كان فيه نقص والكهرباء بتقطع ثم يبقى عندي فائد عشان لو انا هشتغل في صناعة وزراعة اي حد بتكلم على صناعة بدون طرق وبدون نقل حقيقي ما كانش ممكن يبقى بنعمل ده ذكرة القاهرة كانت تختنق وانا دايما بقول نرجع للارشيف انه يا جماعة احنا المؤسسات الحكومية دي لازم تطلع من القاهرة لانه هيبقى فيه حالة شلل وعشرين عشرين ده هيبقى فيه تقريبا سرعة السير اربعة كيلو نقارده المحاور والطرق والحاجات دي اللي طورت فكرة النقل وفكرة انه يبقى في صناعة فكرة الاثنين ونصف مليون فدان اللي بيضافوا لتقريبا خمسة وعشرين فلمية من رقع زراعية انا بتكلم في توسيع الجغرافي يعني مصر طول عمرها على خمسة او ستة فلمية من الارض احنا دخلين على تقريبا اربعتاشر فلمية يعني بمعنى ان انت ضعيفة الرقع مع ملاحظة ان انت وفيه نقطة مهمة جدا ان انت حجم السكان عندك تزايد بما يساوي دولتين عربيتين مثلا يعني فيه دول بدأت معنا وعندها مشاكل اقتصادية ما تزديتش عن حداشر مليون او اتناشر مليون النهاردة انت بتتكلم في خمسة وعشرين مليون في هذه الفترة يعني تقريبا بمعدل واحد تمانية او او اكتر هذه النسمة مرتفعة جدا ملفات كثيرة جدا ومع ذلك بناء محتاج لهم فصول محتاج لهم وصلات محتاج لهم تطعيم محتاج لهم اكل الاصلاح الاقتصادي مكن العمود الفقري للدولة بانه يصمد في دولة والاهم من ده هو جمع المصريين حوالين ده ممكن يبقى احنا بيننا خلافات وبيننا تنوع في القراء لكن الحقيقة انه مصريين تحملوا ده لانهم عارفين انه ليهم في النهاية لما بتكلم على الارض الزراعية دي الارض الزراعية دي بتنتج النهاردة احنا انت واجهت ازمتين كبار جدا ازمة كورونا ثم ازمة الحرب الاوكرانية ما لم تكن لديك وده دايما انا بقول زي ما احنا بنقول بنرجع الماضي بنحط نفسنا في الاقليم وفي العالم دي ازمة دول كبرى بتعاني من ازمة دول كبرى يعني حدقك قلت حاجة مهمة جدا احنا مررنا بازمات كان اللي يشوفها الاول يقول بلدي عمرها ما هتقوم سبحان الله كأن ربنا فعلا واقف معنا يعني ملفات في كل حاجة كانت عندنا فيها مشاكل كمان الارهاب اللي كان معطلنا بشكل كبير بعد 2014 فعلا كان فيه ملفات كتيرة جدا تحديات يعني اي حد فعلا يقول لا مستحيل المصريين يقدروا يعدوها لكن عدناها هبطا لقينا قدامنا على طول ملف كورونا العالم كله متضرر من الأزمة دي مصر قدرت انها تعدي الأزمة دي في الحقيقة استراتيجية استبقية عدناها الأزمة أزمة الغذاء الموجودة والعالم كله دلوقتي بيعاني منها مصر قدرت انها تعمل اكتفاء زيتي من محاصيل استراتيجية ازاي دي نقطة مهمة لأن ملاب في الزراعة ده بارتو من الملابات المهمة كتا مصر عندها كمية محدودة من الميا يعني نفس نصيب مصر من الميا ما كانت عشرين مليون هو نصيبها من الميا وهي مية وخمسة مليون فكرة البيب عندك استصلاح أراضي احنا نقدر نستصلح أراضي قد لاثنين ونصف مليون فدان أكتر من مار سنقدر نوفر له مياه زي دي نقطة المياه الجوفيه ده تخزان جوفي يعني حاجة تجديدها صعب ونفس الوقت عندنا نصيب سابت من نهر النيل في نفس الوقت بعمل محطات التنقية ومحطات التحليل اللي بتاعمل محطات التنقية احنا بنستخدم المياه ثلاثة واربع مرات من أكبر الدول في العالم اللي بتعيد استخدام المياه دي نقطة في غاية الأهمية ففكرة اننا يبقى عندي الاستصلاح الأراضي والصوبات النهاردة في عز أزمة كورونا كان فيه مشكلات حقية في توفير سلاسل الغذاء الفكهة والخضار والأغذية الرئيسية مصر ما كانش حصل عليها لا مشكلة في أسعار هذه السلع ولا مشكلة في توفرها ودي برضو جزء مهم من الموضوع السوبات أو نظام الزراع الحديث الرأي بالتنقية الرأي فكرة تغيير ده مع ملاحظة تعويض الأراضي الحقيقة اللي ضاعت الفترة سواء قبل 2011 أو من في الفترة الصعبة من 2011 و2013 يعني مساحة ضخمة كان يستحيل تعويضها فكرة الزراع والنهارده ما بقفتوش كالنهارده بعمل مص مليون طن وبعمل فيه المستقبل مصر مليون طن أمح آه طن أمح المستقبل ده غير النخيل الحديث مليون أكتر كمان وإنتاج البلح ومصر النهارده من أكبر دول العالم مثلا فيه تصدير البلح وتصدير البرتقال أو تصدير بعض المحسل سيد توم والباصة الوخير هذه النقاط ما كانش ممكن برضو هنا تحديدا كمان على فكرة توفير البنى التحتية لإقتحام الصحراء عشان خاطر تحول الأصفر لأخضر يمكن دي نقطة مهمة أويك بيتكلم فيها السيد الرئيسي يا أستاذ أكرم فيه افتتاح مستقبل مصر وموسم الحصاد مستقبل مصر وورينا محطات رفع المية اللي تنقل نموذك حقيقي ليه الإرادة في أنه أنا مش بس بستصلح أراضي وبوفر لها مية جوفية نفس الوقت فيه محطة مية تبقى المعالجة الحديثة هتعمل ترعة ومعمولة بمشروعات صناعية وبتفاصيل والنظام الرأي الحديث جدا اللي هو جهاز واحد بيروي الأرض بشكل موسع وفي نفس الوقت أنا بزرع الأمح وبزرع البطاطس أو البنجر عشان طبعا الأمح ما بينفعش يتزرع في موسمين عشان الأزوت ودي نفس يعرفوا البنجر دي تحليل ووفر للاكتفاء الزاتي بين السكر في المصنع الجديدة اللي هيتم افتتاح السكر الأمح النهاردة أنت الاحتياطي بتاعك نأمل أنه يتخطى كمان في السنة الجاية يعني ده المتاج ده زود لنا ما يقرب من أربع شهور أو خمس شهور صحيح تكلم على ستة من ينتر في السوال ففكرة ملف الزراعة وده احنا بنقوله دايماً وإحنا بنتكلم في ده بنتكلم على فكرة أنه الفكرة مش أن أنا عاوز أقنعك بحاجة أنا عاوز أقولك افرد الخريطة وشوف الوضع الإقليمي ويفرد الخريطة وشوف لو ما كانش ده موجود كنت هتقدر تعمل إسان كمان الحقيقة فيه شبكات النقل العام المترو والتوسع فيه القطار والكهربائي اللي هيربط لأول مرة مواني البحر الأحمر بالبحر المتوسط ده شيء مش هايد لأنه هيقفض النقل بالنسبة للتصدير أو غيره تقريباً بنسبة ستين في المية في القطارات اللي هي البضاعة ودي دايماً كنت سأقول مع ملاحظة أن أنت بتعمل خطوط أولاً بين المناطق السياحية والمواني والمناطق الصناعية ثم أنها موازية للخطوط القديمة في التخفف بالإضافة للطرق الواسعة والمحاور اللي اتعملت فيه فيه الكباري والربط بين شرق النيل وغربه في الصعيد صحيح فيه نموذج آخر للمبادرات لأنه المبادرات الرئيسية احنا بنتكلم على أنها الفيروس C ثم مئة مليون صحة اللي تطوله وبنتكلم على وعمليات واحد واثنين من عشرة عمليات فيه عمليات تكلف ربعمائة وخمسمائة ألف وكانت قوائم الانتظار تمت هذه المبادرة فكرة التقزم فكرة سرطان السادي اللي هو بيوصل للريف ولا القرى اللي هو الناس اللي كانوا بيعجزوا تماماً هو بيموتوا النهاردة أنا بسعاله وبعمله التحليل وبقدم له العلاق المبادرات دي فيه مبادرة في غاية الأهمية اللي هي درة المبادرات الريف المصري دايماً كان التنمية بتتم بشكل مركزي يعني أهل القيارة مستمتعين بكل حاجة وعواصم المحافظات مستمتعين بكل حاجة وبعاء الأطراف دي مش موجودة بادرة حياة كريمة اللي هي وصلت لأقاص الريف اللي هو العزب والقرى والعزب والتوابع احنا هنا نتحدث على مبادرة هي في غاية الأهمية وهي مبادرة حياة كريمة وانعكستها على أكتر من 60 مليون مواطن مصري هنكمل مع حضرتك الكلام لكن نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل مع حضرتك بقى فقراتنا في صباح الخير يا مصر فشهدنا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل معكم كلامنا مع الأستاذ أكرم القصص مرحب بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل ولسه مستمرين معاكم بنتكلم عن يمكن التحديات اللي مصر مرت بيها من قبل 8 سنين والإنجازات اللي في نفس الوقت مصر قدرت أنها تحققها على طول الطريق مدة 8 سنين فاتت في مجالات مختلفة وقطعات مختلفة معانا الكاتب الصحفي أكرم القصص رئيس تحرير اليوم السابع اللي منوارنا في الستوديو بكلمنا بالتفصيل ويمكن قبل الفاصل تكلمنا مع حضرتك يا أستاذ أكرم عن مبادرة حياة كريمة ومبادرة مهمة جدا بتمس حوالي 60 مليون مواطن مصري تحتها يمكن 22 مبادرة تانية كمان حابين حضرتك تكلمنا أكتر عنها وعن ما حققته لحتى اليوم هو الحقيقة أنه استراتيجية المبادرات حلت مشكلات كثيرة زي ما احنا قلنا مثلا فيروس سي بمئة مليون صحة بسرطان السادي بالعمليات ودي مصر زي ما الرئيسة عبد الفتاح السيسي بيقول إمكانتها مش كبيرة إن احنا نعمل نظام طبي حديث لكن نقدر نعمل ده ما يوقفش إن احنا نقدم العلاج أو التفاصيل فالمبادرات دي مبادرة نقل العشويات لمجتمعات إنسانية دي كان مطلب على مدى عقود صحيح بدرة حياة كريمة الحقيقة الريف المصري ما تحدث على مدى عقود طرق منهارة مفيش صحة مفيش تعليم مفيش مدارس مفيش كمان إنه زي ما احنا قلنا التنمية مركزية إنه أهل القاهرة عندهم كل الخدمات المحافظات المدن الكبيرة باقر القرى والتوابع اللي هما ستين في المئة من المصريين فيه مزارعين فيه ناس يتعابوا عشان يروحوا المدارس ففكرة المجادرة هنا إنه أولا تخصيص موازنة ضخمة لأول مرة للريف كان قبل كده بيتقدمنا يترامي مصورتين في انتخابات ويشتروا الناس يعني يقولوا له وعود ويسحبوا المواسير بعد الانتخابات لأ النهارة احنا بنتكلم على إعادة صياغة للطرق للصرف الصحي والمية ودي نقطة مزمنة وتعرضت يعني الصرف الصحي والمية أصبح ضروري ارتباطا ب تنقية المية وقعدة استخدامها اللي احنا بنتكلم فيه نفس الوقت بتكلم على إنه يبقى فيه مركتب بريد بقى فيه انترنت يبقى فيه مدارس حتى لو أنا رايح مدرسته أو جمعته كان بيركب عشرين مواصلة وكنا منشوف ده بيروح مباشرة فكرة المدن اللي كانت منسية على مدى عقود القرى والتوابع دي مهمة جدا في إنه يبقى فيه عنده الخدمات الرئيسية ويبقى على اتصال بالعالم ويقدر لو عنده يقدر يعمل مشروعات صغيرة في المكان ده يدخل في التنمية ده في حد ذاته جزء مهمة قوي من فكرة التنمية لأنه التمركز فيه المراكز مع ترك الأطراف مهملة ومهمشة ده بيعمل أولا مشاكل نفسية مشاكل الارتباطات وبيعززت قيمة المواطنة كمان بشكلها فالموضوع ده في غاية الأهمية لأنه بنتكلم على 700 مليار على مدى 3 سنوات تقريبا إحنا خلصنا المرحلة الأولى بندخل في مرحلة الثانية أو الثالثة ثم هيزيد المبالغ دي إنه إنه ده بقى جزء ربط إنه المشروعات الضخمة الطرق والكباري والمحاول اللي موجودة على مستوى الجمهورية دي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا استفادت أنا إيه منها الريف لا أنا هربطك بده حسيب بالطريق واصل لده يبقى أنا فيه وحدة صحية على الأقل للإسعافات وللعلاج وللأسرة وللغيره في نفس الوقت محتاجش إن أنا لأنه المبادرة 100 مليون صح عام حاجة مهم من أنا أكشف عن الكوليسترول والسكر اللي هي بتتراكم بعد كده وتظهر مشكلات زي ما احنا شوفنا البلهارسيا وفيروس سي ده كلام مهم جدا لأنه زي ما أنت قلت فكرة المواطنة وكمان أما بتكلم بقى في مشكلة سكانية في مشكلة ده إن أنا محتاج أنظم عشان أقل عشان أقسم التنمية بقى هو حس إنه شريك في هذا الأمر دي نقطة يعني حياة كريمة درة المبادرات الحقيقة وده لا يقلل من المبادرات التانية عظيمة يعني الفيروس سي دي لوحدها إنجاز يعني الناس كتير ممتنة لي اجتمعت كل هذه المبادرات تحت ما ظلت مبادرة واحدة وهو مؤسسة حياة كريمة بزرح وأصبحت بتلبي كافة احتياجات المواطن فكرة أنا بدخل على القرية بنهي كل المشاكل اللي فيها تحولنا من فكرة نقص وفقر في الصرف الصحي ومياه الشرب لفكرة التطور التكنولوجي لأنه زي ما قال دولة رئيس الوزراء أثناء إعلان المرحلة الأولى ما قبل ما بعد المرحلة التجربية إن مش هيبقى فيه قرية موجودة في مصر غيره فيها انترنت وده هنا بيعزز تكاتف كل المؤسسات وفكرة التحول الرقمي كمان ندخل عليه الدول التحول الرقمي وكمان الحقيقة فيه نقطة مهمة مرتبطة بدها لما تعامل الإصلاح الاقتصادي المؤلم والصعب اللي الشعب المصري تحمله كان فيه عصار جانبية طبيعي تم التعامل معها بإجراءات ضمان أو حماية اجتماعية في تكافل وقرامة أو غيره ودي نقطة احنا بنتكلم على ثمان سنين من الرئيس عبد الفتح السيسي الثمان سنين دول لما بنبص الحجم اللي اتعمل فيهم ممكن نقول دول 30 سنة دول 40 سنة يعني حاجات كانت بتاخد وقت وفكرة السرعة وفكرة إدراك الملف يعني بمعنى إنه احنا ما بنتكلم في أي حاجة أو بنعرضها دايما بنقول لي طب حطيني في السياق الداخلي شوف أنا كنت فين وبيت فين وحطيني في السياق الإقليمي وحطيني في السياق العالمي لما أنا بتكلم على أزمات وجهناها وجهها العالم زي كورونا الإغلاق تام ومصر نجحت بسياسة مارنة ما فيش حد ما عندوش مشاكل صحيح وحجم الرعب اللي كان موجود في كورونا أعتقد إنه احنا عبرناه بشكل كبير ده كلام مهم جدا في فكرة التعامل المسبق مع المشكلات نهارده يعني احنا ما بنقرنش نفسنا مثلا بالولايات المتعادة بس عندهم مشكلة لابن الأطفال اللي مش قادريني يقرأت تنظر الرئاسة والقوات المسلعة هناك والجيش احنا لابن الأطفال دي ظهرت لمدة شهور ثم دخلت التعامل معاها في شركة في فكرة الدوة ده وهيئة الشراء الموحد والتفاصيل اللي كان طول الوقت دي بالمناسبة ما نرجع للأرشيف هلاقيها كانت مطالب ليه ما تبقاش كده زي ما احنا كنا بنقول في الأول فرص التحديث وفرص التنمية ومصر تستحق مع ملاحظة ان انت بتعمل كل ده في وقت واحد في إرهاب صعب وفي شائعات وفي منصات بتبس طول الوقت الشك وده عشان كده انا بقول ان اهم إنجاز في ده فكرة الوحدة بمناسبة الشك مختلفين ومتفقين لكن بنا احنا راحين لهدف محدد هدفنا التنمية بمنازلة الشكل الحركة كانت فيه الرئيس دعا للحوار الوطني واهمية الحوار الوطني شايف ده ازاي واهميته في التوقيت ده بالذات قبل ما اتكلم في الحوار الوطني الحقيقة ودي نقطة مهمة لكن عاوز اقول المسبق بتاع السوابق لانه احنا اتكلمنا اولا في استراتيجية الوطنية الحقيقة استراتيجية الوطنية وقبل الاستراتيجية الحقيقة كان فيه فئات معزولة او ممنوعة من حقها السياسي في التشريع في المجالس النيابية في الوظائف في غيره اللي هو المرأة الاقباط زو الهمن يعني خلينا نقول انه احنا بنتكلم في استراتيجية الحوال الانسان لانه استراتيجية المصرية الحوال الانسان مكانت مصر تتكلم فيها. ما فيش نقط منفصلة عن غيرها. لكن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ده جزء مهم قوي من حقوق الإنسان. لما منتكلم فيه المساق العالمي لحقوق الإنسان ما هوش حاجة واحدة. ممكن بعض الناس تتمسك بنقطة وهانخات كلها مهمة بالمناسبة. تتكلم في الحقوق السياسية حقوق الرأي والتعبير لا تنفصل على حقوق الاقتصادية والاجتماعية. لأنه لما بتبقى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مش موجودة لو واحد فقير. احنا كنا بنشوف الناس بيتشيري أصواتها اللي هو فكرة شراء الإرادة أنا بحرر إرادة المواطن بحيث يقدر يتخذ قرار مهم. فالاستجارة الوطنية لحقوق الإنسان فيها التصور الشامل لحقوق الإنسان. هو وقتماعي الاقتصادية. فكرة انه تبقى المرأة ممثلة. ينزلوا انتخابات ما كانوش مديد. حتى فيه ناس مفكرين سوان أقباط أو مسلمين الفكرة هنا احنا شعب واحد اللي هو المواطنة. لكن الحقيقة كان فيه ناس معزولة. كان ينزل ينتخب يترشح ما ينجحش. مش بس في السلطة التشريعية جمعين موجودة. وده النقطة اللي قبل 30 يونيو. اللي هو دخلنا في اصدام واحتراب أهلي. عشان كده احنا بنقوله النقطة يا جماعة مش بس انه الموضوع اقتصادي واجتماعي. اقدر اتحمل الاقتصادي والاجتماعي. لكن ما اقدرش اتحمل الاحتراب الداخلي فقدان البوصلة والدخول في صراع يدمر نواة الدولة. انا بنقول دولة ديمقراطية حديثة. هنعمل الديمقراطية دي في دولة ولا ما فيش دولة. لو في دولة وفي ناس متماسكة قادرة على ده. عشان كده انا بنقول الاستراتيجية الوطنية حول الانسان بتشمل حتى حساب الحكومة. الرضا جاء فكرة جودة الحياة بقى فيه مجموعة من التعبيرات جودة الحياة ان انا من حقي مش بس يبقى عند ميا. لا ميا بكفاءة جيد. بقى عند صرف السحة بقى عند كهرباء بكفاءة جيد. لو هعمل مشروع صغير. عندي مقاومات قوة دولة الشاملة. اقتصادية المسلسية العسكرية. الحوار الوطن هنا عشان كده احنا بنقول ايه. انه نقدر نطمئن ان احنا ان الدولة ماشية في سياق الخطو خطو. اه كان فيه صراعات وكان فيه شائعات وكان فيه خلافات وكان فيه ارهاب صعب. في هذه الحالة ده وقتها غير استثناء. بتعمل معاه بشكل غير استثناء. والحقيقة قوات المسلحة والشرطة المصرية خدوا معركة. مهمة جدا قوات المسلحة. الارهاب ده مش تهديد منظم جيش قدام جيش وخطط وغيره. ولا هو قواعد. الارهاب لا عنده قواعد ولا عنده اخلاق ولا عنده يضرب مدنيين. فالقوات المسلحة بتتعامل بجراحات انه كان ممكن نخلص ده في شهر او شهرين او ثلاث. لكن انا عندي مدنيين وعند ناسها في سعالهم. كانش في عدو وواجه الواجه كانت الخطر الحقيقي بيبقى فيه عبوة مفخخة او قنس بيحاول يستهدفك من على بقى 3 كيلو. فانا بقول انه فكرة الارهاب مواجه الارهاب ما بتنفصلش. فكان وضع استثناء. ومنصات شائعات وتشكيك. التشكيك ده اسوء حاجة في الدنيا. وده نشوفه في التاريخ وفي الحروب وفي الحروب العالمية. لهو كسر فكرة الثقة. فده كلام مهم. فاحنا من خلص كان في وضع استثنائي. ووضع صعب. كان يستلزم بعض الاجراءات اللي انا ما ينفعش بقى. انا بحارب وفيه ارهاب وفيه تهديد. وده ارهاب. مش بنقول عليه فزاعة لانه فكك دول حوالينا مش ترجع او هتاخد وقت على ما ترجع ويعاد اعمارها. الحمد لله مصري نجد من هذا المصير بفضل قوات المسلحة والشرطة وبفضل الحقيقة تماسك الشعب المصري وادراكه الشعب المصري اللي انطفت في 30 يونيو انه حس انه موضوع مش اكل وشرب بالمناسبة واقتصاد. ممكن اتحمل كل ده. وفي الحروب استحملنا. لكن فكرة ان انت تحولنا الى الضاب. احنا وهم. ان هو شعب وشعب. وشيعة وسنة. وده مش موجود. مسيحين ومسلمين. لا. فالاستراتيجية الوطنية لحول الانسان. وانطلاقا لفكرة الحوار. الحوار جاي في وقته. وضع صعب. فيه اصلاح اقتصادي. وفيه قهربة. وفيه صناعة. وفيه طرق. وفيه كزا. بالطبق. النهاردة انا بقول فيه تنوع بقى في الاراء. الحوار الوطني لا يعني انه احنا ناس ضد ناس. لكن يعني اننا متنوعين. ما فيش حد. ربنا ما خلقش الناس كلها حاجة واحدة. لكن التنوع فيه سياق. انه وحدة الوطن. لا وحدة الاراء. بمعنى انه 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 ان احنا عندنا اهداف واحدة. محدش يختلف على فيروسية. محدش يختلف على الصحة. محدش يختلف على اهمية الطرق والمحاور والنقل العام والمترو والقطر. مش هختلف على الزراع. يعني ممكن نختلف في بعض التفاصيل. في ثوابت. انت هنروي بالتنقيط ولا هتنوه هنروي بالراش. هنزرع على المحاصيل. ده الزراعيين يختلفوا فيه. الاقتصاد الاقتصاديين ممكن يختلفوا فيه. في السياسة بقى العامة نستطيع ان ندير خلافتنا في الاراء حوالين تنوع واحد. وزا احنا بنضرب مثلا بالدول الديمقراطية. لما بيبقى فيه ازمة حقيقية. ما بيبقاش فيه هنا بقى ناس ضد ناس. بيبقى فيه تنوع في الاراء حولها نفس شيء. لما بريطانيا او الولايات المتحدة بتخوض حرب. احنا شايفين حرب روسيا واوكران. شوف الدول مدى درجة التنوع في الاراء. نتائج اي بقى بتتلافات. ان انا في اسرع بخوضه يبقى انا بتوحد في ده. المخرجات. طد. النتائج اللي حضرتك بتتوقعها من حوار الوطن. اهم حاجة في رأيي هو فتح المجال لانه الناس تتناقش. يعني زور الناس في الفضائيات والناس بتتكلم. لانه ممكن بعض الناس تضع خريطة واسعة قول للحوار الوطن. احنا نناقش كل حاجة. طب احنا نناقش كل حاجة. فيه مصات تشرائية وفيه فضائيات وفيه اعلام. لكن هل الخبراء هم اللي يناقشوا الخبرة؟ يعني في الطب الاطباء مهم يبقوا موجودين. في الزراعة الزراعيين. في البيطارة البيطاريين. في التعليم بتوع التعليم والمعلمين لازم اسمعهم. هو ده في رأيي الحوار الوطن. القصد انه يبقى حوار سياسي فقط حوالين السياسة. شكل الاحزاب وشكل الاداء السياسي مع الادوات التواصل والمنصات والتطور التكنولوجي اختلف في العالم كله. اظن انه شوفنا بريطانيا في البريكزت. شوف الولايات المتحدة في الانتخابات الاخيرة مختلفة عن الانتخابات السابقة والاسبق. احنا بنتكلم على اختلاف بسياق الاداء السياسي. لكن اللي احنا بنقول عليه انه نصل الى التدرج زي برة. التدرج في اننا بنحتفظ بنسبة تنمية ونسير في اتجاه واحد دايما ايه. لو مشينا في خط مستقيم مع تراكم. مصري دايما كان بحصل عندها انقطاع. ماشي نزجزج. احنا نمشي في خط مستقيم. الحوار ينجح حينما نكون هناك الناس على قدر المساواة. خروج الناس من المحبوسين لو محسوبين على بعض الانتخابات السياسية. دائما وابدا الاختلاف في الفكر لا يفسد للوطن قضية. مصر فيه الجمهورية الجديدة هي اكثر استقرارا. اكثر امنا. اكثر قدرة على مواجهة التحديات. وايضا اكثر قدرة على استعاب كافة الاراء السياسية. لكن ما ينفعش اللي انا بقاعد في حضرة الكاتب الصحفي. الاستاذ اكرم القصاص. وما اخدش من حضرتك بقى عنوان للثمان سنوات الماضية. انا شايف الحقيقة انه انه مسميها مصر تخرب الى المستقبل. يعني مصر بتتاجي. فيه تراكمات على مدى عقود. فيه مشكلات كثيرة. كل ده. الملف ده بناخد مصر للمستقبل. لانه المستقبل هو الاهم. المستقبل هو 60% شباب بيشوفوا. بنبني بنبدأ نعمل مشروع تعليم عشان المستقبل. التأمين الصحي ده عشان المستقبل. صحيح. مش بنقول نهمل الحاضر. لكن الحقيقة انه الحاضر هو اللي بيقودنا للمستقبل. وبدالي لازم نزبط دمع ده. مصر تخرج الى المستقبل بقيادة سياسية حكيمة تتنبأ بالازمات وتؤمن احتياجات الاجيال القادمة. الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع بنشر حيك. فاني ما نوجودك. انا في صباح الخير مصر.